السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له بإذن الله ثم ما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلاقنا على بركة الله تعالى النشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قلة وكفى خير مما كثرة وقالها أنا بحب الناس الجريئة اللي يطص كده في الحاجة مهما تكون التهديدات والتحذيرات مادام عارف أنه صح مادام وثق من قدراته بيخش في الحاجة ويقتحمها أنا حب الصنف ده جدا وما أكثره وسط العرب ودي ثقافة يعني بدأ يتغلب عليها ثقافة الجبن للأسف ففتلاقي حد كواه شجاعة قوة بس ما يقدرش غير أنه يتكلم لكن يفعل لا ما يقدرش يفعل بيتجه لاتجاه إيه الغبان الجبان يعني عادة الشباب العربي وحتى الهنود والباكستانين ووزء كبير من الأسيويين أما بيروحوا مثلا أمريكا فبيقول لك بلد الحريات وهنا الشرطة بتعمل لنا كل حاجة وتعمل لأنت عايزه والدنيا لطيفة جدا ولكن يجي عند حاجات معينة ويسكت كده فما تقوله ليه ما جبتش سيرة كذا ده القضية العربية القضية الفلسطينية يخاف بقى يقول لك لا مش عايزين مشاكل مع الأمن آآ الاف بي آي كان عنده فلان لسه الأسبوع اللي فات يقول لك ايه ده معقول ليه بقى يقول له عاصل ابنه بيعمل وقفه مزهرة وبتاع فرحه وحققه مع الراجل ومربي ابنك علي سمعت الحاجات دي كتير وفي بريطانيا نفس الكلام ولكن أنا كنت فاكر أن روسيا ليها وابع تاني آآ لأن روسيا مش أمريكا آآ مفيش صراعات بين العرب وروسيا إلا القضية السورية ودخول الجيش الروسي يعني لسوريا غير كده مفيش حاجة تزعع الناس من العرب مثلا من من روسيا فاللي هو عادي ممكن تتكلم ممكن تقول لأنت عايزه في القضية الفلسطينية مثلا لكن ناس تخاف ناس تقلق آآ في أحد الجماعات في مدرس في الجامعة آآ يعني في مادة بتدرس طلبة الطب فقال كان في طلبة من اليمن وطلبة من بلد تانية قال يعني أربعة من هنا واثنين من هنا حاجة زي كده فقال في طلب من اليمن اتكلم يعني قال قولوا رأيكو السياسي وقال وفرد لهم الوقت وبتاع لأن المادة بتتطلب كده حاجة كده أبحث مادة اسمها أبحث مجتمعية حاجة زي كده فالمهم في مواد ثقافية كده بتدرس يعني فالمهم هو الراجل بيقول أحد اليمنيين أعمل وتكلم على القضية الفلسطينية والخلفية والحاجات دي من وجهة نظره وقال كلام محترم فقال مجرد بس بدأ يجيب سيرة القضية الفلسطينية فقال لقيت بقية العرب اللي هو من دولة تانية وحتى أحد العراقيين اللي هم المفروض من بلده بيحاولوا يسكتو يعني يعني شو بلاش وبتاعه ف بيقول حاجة عيب حاجة ما يصحش هل الكلام اللي هو بيقوله ده بيزعل دولة العربية أخرى فقال تسألت يعني فأحد اليمنيين زملاء الشاب ده قام سألهم أنا قال لك مش هسأل الشخص نفسه أنا عايز حد محايد فقال لأحد الزملاء ايه الموضوع قال له لا بس خفنا يعني الكلام يكون سياسيا مش ملائم الأمن هنا يزعل أو يتدايق قال له أمن ايه فيه أمن هنا احنا في محاضرة في قعدة محاضرة وكان هو قال الشاب ما قالش أي حاج عمل كويس وجاب قضية فعلا مجتمعية ومعاناة الشعب الفلسطيني من زمان انتوا ليه خايفين فقال مش عارف يعني احنا يلقنا يلقته طب القضية دي بتزعل دولة العربية تانية قال له سبكم من الدولتين اللي انتم منها يعني سواء اليمن أو الدولة التانية طيب بقيت الدول في حد تاني بيزعل قال له لا ولا في حاجة ده بالعكس ده احنا بقى بنؤيد وبندعم القضايا الفلسطينية فبيقول لي انا عايز افهم هو ليه كده قلت له ثقافة الخوف اللي كانت موجودة عند الناس اللي تربط في الاتحاد السوفيتي وبهت عليهم النهاردة هي نفس ثقافة الخوف اللي موجودة يعني هتلاقي حد زي مثلا ناس كتير من التحاد السوفيتي اللي هو عايشوا فترة التحاد السوفيتي كان من ما يسافر برة سقط التحاد السوفيتي وكل حاجة ولكن اما كان يسافر برة ولا حاجة يقول لك لا بلدنا ما كانش فيها مطاردة امنية ولا حاجة والحد النهاردة فيه ناس كده بس انا بتكلم مع ناس كانوا يقولوك كلام ده زمان يقول لك لا الامن عندنا ما كانش بيرائب حد وكنا بنكلم بحرية وما فيش حد كان بيتحاسب على الرأي وكانت الصحف حرة وكانت العيش رخيص وكانت المواصلات فاضية ومتاحة وبتوديك كل حتة وكان الاكل ببلاش وتدفع روبل ونص وتاكل اللي انت عايزه في الستالوفيا كان بيكتجا ما يطلع برة يقولي الكلام ده وما يدخل جوه يعني في الغرف المغلقة كده بينه بين الناس يلوك حاجة غيليت والحياة صعبة وابتاع اسكت يا عم الحسن حد يسمعنا فقال لي اه اه عارف تلوك لقى يعني قال لي اه من ابويا وامي وجدي وجدتي كانوا كده يطلع برة يتكلم قد كده ان بلدنا جامدة ومش كويسة وبتعدى لكن حقيقة مش كده كله كلام غبن كذلك اما بيبقى في البلد الاجنبي بيبقى هايب وخايف ان هو يتكلم على سياسات البلد الاجنبي ده يعني اللي هو جامل تحاسه بيت عاش طول حياته في تحاسه بيت وبعد كده راح مثلا كندا فيلاقي مظاهرة او اللي بتاع يخافي الدار يبعد الجامعة مثلا اللي هو فيها بيتكلموا على حاجة كده ماليش ضعو يا عم تكلموا على مثلا السياسات بتاع الصحية او التأمين الصحي وبتاعي يقول لك لا لا ما تكلمش السياسة سياسة يا ابني ده التأمين الصحي عايزين نعلي الليمت عايزين نحسن الخدمة الصحية واحد يقول لك مثلا طرق مكسرة وبتاع ده تعالى نعمل وقفة ونقفل الطريق علشان نجبر الحكومة انها تصلح الطريق المكسر يقول لك لا لا ماليش ده سامحوني انتو صحاب بلد يا عم يقول لك ما انتواخد الجزاء كندي يا ابني ما انتبقيت كندي يقول لك لا لا معلش مش عايز مشاكل هو ده شبه قوي المواطن العربي اللي هو بيخاف من خياله رغم الموروث الخاطئ او الخوف او الرعب اللي هو عنده ده راح اصلا من معظم الدول العربية يعني انت جاب حاجة خلاص مبقيتش موجودة اطف الى ذلك اما تيجي تسأله هو بقى يعني ايه راح الدولة العربية ساب روسيا او سافر من روسيا بس اجازة ولا حاجة من الدراسة ويروح للوطن العربي يعمل ايه يقول لك روسيا يا عم بنتكلم براحتنا يا عم والدنيا جميلة وال يعني بيوريك والامن بقى في كل حتة الامن مستتب لا ما تسمعش كلام الاخبار بيغبن الحقيقة يخاف يقول حاجة غلط اما يرجع عروسيا يقول له انت كنت قعد مع فكره بقى ان ال الافس بي هترقبه هو في بلده وانت قلت على بلدنا ان ان مثلا فيه غلاء في الاسعار انت بتتكلم في السياسة وانت مش مواطن روسي مثلا انت مش مواطن روسي واحد اجنبي جاي تتعلم عندنا وبتتكلم علينا تعال انا احبسك تعال انا اعتخلك هتوله الكهربا خلعوله ضوافره علقوه من رجليه العروسة كربجو هو فكره كده فكره انه لو تكلم حاجة وحشة عن روسيا فطبعا لازم يلمع وينظف وتبقى الدنيا حلوة كده يقول لك لا لا روسيا الدراسة جميلة جدا والحياة جميلة وكل حاجة رخيصة والموصلات متاحة لا ما تسمعوش الكلام اللي بيقولوا ده لا روسيا دولة قوية وعندها كل اسلحة وعندها كل المشعر فيه كل حاجة يتسيل عليها زي الفلو جميلة جدا غبان مش غبان من بابل انه عاشق ولا حابب روسيا لا غبن الغبان الجبان وده من اسوأ انواع الغبن في واحد تاني غبان اتكلم تعالي قبل كده اللي هو اللي هو غبان النسوان طريقة النسوان اللي هو ايه تخجل يعني واحدة مثلا تبقى خجلانة انها تقول اه ان انا عايشة في منطقة تعبانة او ريفية او كده او مثلا جزها طلع اعارة اه السعودية بس عايشين في حتة غلابة فتقول لهم لا لا ده السعودية نضيفة جدا والشارع حلو بس هي حتة غلبانة في السعودية او في المملكة اه واحد مثلا ايه راح جزها هي وراحته جزها مثلا راحوا الاردن فبرضو عايشين في حتة او جزها وموظف حاجة صغيرة فتعلي الاردن لا لا ده دولة غنية وراقية جدا والناس رقي وتشكر في كل حاجة نفيهاش عيوب ليه ده علشان النسوان ما بيحبوش شكلهم يكون ولو فتفوتها نقطة صد على الرداء الابيض تبقى عيبة فدايما وتعلم ولادها وتقول له جزها تعلم جزها كمان تقول له لا لا ما ينفعش تصغرنا قلهم لا انا مرتب كبير يقول لك لحسن نتنظر لحسن نتحسد لا معلش قلهم برضو مرتب كبير ما تقولش كان قلهم عايشين في بيت كبير والجرانة حلوين والشغل خفيف وراقي والناس محترمة والشارع ما فيهاش زحام والامن مستتب وما بيحصلناش اي مشاكل وبيعملونا كويس طبعا ده بيبقى غالبا ميكس ما بين حكتين اللي هو غبان النسوان او غبان الجبان انا خايف برضو ايه ان السلطات الاردنية والامن الاردني انت بتشتكي من حاجة في الاردن ان الشارع زحمة مثلا ان المنتجات غالية الاكل غالي مثلا ان الطيران مثلا مش منضبط في موعده ان المطار مثلا بيعطلوكي وانت داخل انت بتشتكي تتجرق انك تشتكي فهي بتتخاف من الموضوع ده ده جزء وجزء تاني بس ده اللي بيعملوا النسوان فملاقي راجل بيعمل كده ايه ده فدي حلقة الوحدة ده حقصة تانية ولكن انا بتكلم النهو ده على الغبان الغبان الجبان اللي هو بيغبن الحقيقة ويجيب لك حقاق اخرى ما هي وفيه ناس بتصدق طبعا ان انت عايش في روسيا بتدرس متجوز بتعمل اي حاجة معك جنسية معكش الجنسية معك اقامة بس ايا كان انت راجل موثوق اما تيجي لبلدك بتحكي لهم فيا اخي ان لم تكن عندك القدرة انك تكون صادق فلا تكون غبانا يعني لو حد سألك وانت بتخاف الحاجات السياسية المطاردات البتاع رغم انها مش موجودة وما فيش الهبل ده خلص اللي في دماغك ولكن اذا كنتش قادر تقول الحقيقة فاسكت احسن احنا مسلمين كده ان تقول الحق ان تقول الحق او لتصمت في ناس يعني النصيحة ليهم يجب ان تصمت للابد لان فعلا كلامك كله بيغبن الناس وبيضرهم بيخوفهم بيرعبهم يعني خلصة الحلقة يا رب تكون الفكرة النهاردة مفيدة واضحة سبحانك الله وحمدك اشهدوا الله لا 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 استغفركم اعتوبوا لك اشهدكم على خيط حفظ الله السلام عليكم امان